النهاردة لا هي لعبة مباراة فيها كرة حلوة أوي تحديداً في الشوت التاني تحديداً في الشوت التاني كان في تيكي تاكا في الملعب ده فيه كرة ده فيه كرة وهتكلم على أحمد عبدالقادر شوية لو سجلت من أحمد عبدالقادر مع نهاية المباراة كان هيبه أفضل هدف في تاريخ دوري أبطال أفريقيا على حسب ذاكرتي على حسب الأهداف اللي شفتها في دوري أبطال أفريقيا شكراً ممكن تقولي لا ده كان فيها هدف حلو أوي سنة 88 ولا 86 هتقولي براحتك بس على حسب ذاكرتي الكرة اللي تلعبت كان فيها شغل وحرفانة حلوة أوي لحد ما وصلت لأحمد عبدالقادر وشطها في السماء لو جاب أحمد عبدالقادر أحمد عبدالقادر نفسه كان دخل التاريخ بأفضل أهداف البطولة يمكن بس هي رحت وكذا كرة من دي ده فيه برضو في الديئة 55 للديئة 59 الأهلي بدأ يتناقل الكرة يتناقل الكرة لوحده لوحده واستسلام تام من الترجي بيثبات رائع جداً حوالي من 35 ل40 تمريرة والترجي واقف يستمتع زي ما احنا عاديين بنستمتع قدام التلفزيون حالة حلوة الأهلي بعدين تقعد تفكر يعني هي أصلاً فرقة بتوصل نهاية أفريقيا أربع مرات يعني هي أصلاً بتاخد منهم بطولتين ولسه التالتة إن شاء الله جاية يعني هي أصلاً تبقى محتكل كل ده يعني إيه يا ناس يا عالم فريق يخسر خمسة فريق يخسر خمسة ومن بعدها ما يخشش فيه ولا هدف وكأن السر دايماً في سان داونز من أربع سنين سان داونز كسب الأهلي خمسة قبل هذه البطولة الأهلي وصل بعدها تلاتة فاينال أفريقيا كسب منهم بطولتين قبل هذه البطولة اللي هي بقت الرابع اللي يخسر فيها للنهائي كان سان داونز برضو كسب خمسة السنة دي سان داونز بيكسب الأهلي خمسة في المجموعات وبعدها الأهلي ينفجر في كل البطولات محلياً وأفريقياً ما يخشش فيه في كل البطولات غير هدف واحد اللي دخل فيه في مرمى من بيرامد في نهاية كأس الموسم الماضي وبس كوة كبيرة دفاعية كوة كبيرة هجومية أداء فني كبير أداء فني رائع استمرارية مش طبيعية هتولي يا جماعة فريق في العالم في العالم أيوة حقارن الأهلي بأي فريق في العالم مش ببالغ هتولي فريق في العالم عنده هذه الاستمرارية في الإنجازات والبطولات وتحقيق وتكسير الأرقام الكواسية هتولي فريق في العالم مش بقولي أن الأهلي حسن من ريال مدريد مثلاً كمستوى فني أنا بكلمك على تاريخ تاريخ الأهلي يفوق أي فريق وأي نادي في العالم فريق أو نادي متأسس من 1907 وطوال هذه السنوات 16 عام الأهلي دائماً لا يغيب عن منصات التدويق والبطولات طب إيه ما عندكش 54-50 بطاعة فيهم ما عندكش سنتين بطاعة فيهم حتى بقولك سنتين ما عندكش ما عندكش في تاريخك ده ما عندكش ده في كموسك طب ما فيش حد بيجي مثلاً يبوز النادي شوية ما فيش إدارة ولا مدرب ولا لعيبة يعملوا مشكلة ما فيش ما فيش أي أزمة إيه النادي العجيب ده إيه النادي الغريب ده بصراحة يا جماعة الأهلي حالة وأنا دائماً لما أتحدث عن الأهلي بهذا الحماس وقلتها قبل كده أتحدث عن مؤسسة مصرية ناجحة نفخر بيها جميعاً هو ده اللي في دماغي هو ده اللي حطه في اعتباري سيبك من الجماهير بقى لي بصتلوقتي يقولك شو بيتكلم على الأهلي إزاي مش المفوض يتكلم عنه كده طب بيبالغ ده ما بيبالغش أنا مش حطة جماهير وحطة كورة وحطة أندية أتكلمك على مؤسسة مصرية تحافظ دائماً على الحد الأدنى من النجاح